بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، شرحنا أركان الإسلام في الدرس الماضي ولله الحمد ومنه بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومنه وفعل أبان حكا السلام عليكم وراحمة الله Bur guidance otro ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان الإيمان هو قول باللسان قول باللسان لا إله إلا الله واعتقاد بالقلب يعني لا بد لتقول باللسان تعتقد بالقلبك ولا تشك فيه واحد بالمئة لأن الذي يقول باللسان ولا أعتقد بقلبك هذا منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار سابو دا متمن ديكي فدن أبي دهارشان أبين دبي كمسواتي كنزوتي وعامل القلب لابد أن تكون لعمال القلبية لله مثل الخوف مثلا المحب نعم والابد من عمل الجوالح أيضا العمل الجوالح تكون لله المنا تعرفين إيماني مكة شيني فرشي دا كما واتو قدر شوا أزوتي سيكوما أيوكا توب انگرين أيوكا شما دول سي أنيشي اليمان يزيد بالطاعة ونصر عافي السلام ينقص بالمعاصم نعيد مرة أخرى تعريف الإيمان زامو ساكي ما يمتوا أدونك لأن شيني إيماني قولم باللساء شيني كفا إلا 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 الله دهارشي اعتقادم بالقلب كما قدر شما أنانسا أزوتي وعمل القلب وعمل جوالح ساة ننكي أيكي أزوتي نعبين دككدر تحاك كما قدر حتى كما قدر حتى كما قدر عمل القلب كالخوف والمحبة كما رسو رو دا صويا ميسال إن أيوكا زوتي عمل جوالح السدقاء السلاة يزيد بالطاعة ويانقص بالمعاصم أركان الإيمان 6 الأول أن تؤمن بالله نبيو كي إيماني دا ملايكم الله الإيمان بالكتب المنزلة من السما الإيمان بالأمبياء والرسل عليه الصلاة والسلام الإيمان باليوم الآخر يعني بكل ما يكون بعد الموت الإيمان بالقضاء والقضاء هذه ست أركان يقوم عليها بنا الإيمان تولي أنسوني جينشيكيغو دا شدا واند جيني إيماني يجنو أكانسو والله أعلم الله شيني مساني ترجمة نانسي قنقر